انا عارف ان الحرائق مثلا مقتنع بحمد حكم اللي هو كان قبل كده في اسموحة الله ينور عليه هل يصلح يبقى ممبود في المنتخب؟ احنا لو قلنا لو يصلح يبقى مش هيجي منتخب خلي بهالك انت دلوقتي محمد عب منعم انت واحد من الناس قلتلي ما يلعبش حصل ولما لعب انت مش فاكر التصريح ده ولا ايه ولما لعب لعب على الوينش وعلى ياسر ابراهيم وعلى مع عجازة حصل هو استغل الفرصة لو احنا واصبع دلوقتي هو المدافع الاول في مصر عشان ايه؟ ميسك في الفرصة بس انت بقى لو مدتلوش الفرصة كنت هتقلط طول عليه برضو ما يلعبش على العجازة هنفضل نقول الكلام ده يبقى مش هتجدد لازم بقلبك ميت لازم انت كمدرب بالزبط كده وغير كده كمان ان انت عندك القماشة واسعة انت مش نادي محكوم بتلاتين لعيب يا اسلام انت كل لعيمة مصر هو يعني يعني عايز اقول حاجي انت بقى لك قد ايه هنا في مصر لا بقى لك قد ايه هنا في مصر وقاعد تاكل وتشرب وتنام والكلام ده ما بتروحش ليه تتفرج انت ما انت كل حاجة تحت امرك وكل حاجة مسخرة ليك واخد بال حضرتك دوري في الدرجة التانية لازم تروح انت انت كافيتوريا ما يمكن فيه واحد في الدرجة التانية يبقى ابو تريكا بيقولك انا بتفرج على المتشب وربنا ما بتفرج وربنا يا راجل ده بيروح ازليب ويأكل مش عارف ايس كريم في المدرجات وطورتات وكتوات هيبص للأكل ولا هيبص على اللعيبة مفيش الكابوس ورب الكابوس احنا عندنا كنز في الدرجة الممتسبة والدرجة اللي تحقيها اه بس مش هيكونوا موجودين بسبب شيء يعني هتختار لاعب مثلا ماشي لاعب هيبقى مميز لما انت تاخده هتخليه ابو اللي امتياز بخلي بالك ابو تريكا جاي من اين انا جاي من اين جاي من الترسانة الكابتن محمود الخطيب جاي من اين من النادي النصر صح؟ مش ديه اندية كلها وانت منبهتين عاونين للأدوان ايو مش ديه كلها اندية محدش يعرف عنها حاجة بس العين هنا هي اللي بتفرق انت عندك مواب كده كتير واخد بالك يعني انت مثلا دلوقتي لسه انا سامع المداخلة بتاعت محمد يوسف بيقولك لأ ولا كابتن علاء نبيل امبارح امبارح كابتن علاء نبيل امبارح بيقولك ريحه الشناوي ريحه الشناوي كما انت عادتوا تعملوا كده مع الحضري لغاية ما بعد كده طلع الشناوي لا احنا عادينا نطلع لا ده كابتن يوسف اللي بيقول لو الشناوي تعرض لحاجة ده دي لا الاسابة انا بكلمك على مداخلة الكابتن علاء نبيل امبارح طب ايه يعني الشناوي هو ايه المشكلة واعمل واحد واثنين ده انا منتخب مصر وكابتن علاء مع ان الراجل يرتاح لا مع النبيلتوريا ما قدمش عناصر جديدة للمنتهج مش هيقدم موسيقى